يسيطر الركود الاقتصادي على الأسواق المحلية خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع خفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكية وعدم إقرار الموازنة الاتحادية في الوقت الذي دعا فيه مختصون في محافظة النجف الأشرف إلى تنشيط حركة السياحة الدينية وتسهيل الإجراءات لزوار من خارج العراق لزيارة العتبات المقدسة والأماكن الدينية لإنعاش الاقتصاد في بعض المحافظات العراقية الحكومات المتعاقبة قبل 2003 وبعد 2003 لم تراعي للدور المهمة التي يتضلع به العراق العراق يمتلك من الإمكانات أن يكون رائد بالسياحة العالمية ولكن غياب المستلزمات الأساسية للنهوض بهذا القطاع غايبة والدولة هم في سبات عنها وفي غفلة للأسف في غفلة رؤية الدولة للسياحة أنه مرحلة ما بعد الأخيرة ما بعد الأخيرة العراق اقتصاد ريعي وتمثل الأزمة الاقتصادية الراهنة وبحسب مراقبين فرصة لإعادة النظر في تنمية السياحة الدينية في البلاد وإعادة بناء المنظومة السياحية والابتكار والاستثمار في السياحة الدينية المستدامة معروف بأنه خلال هاي الفترة أكون الكود اقتصادي قوي جداً يضرب العالم كله والعراق واحد من عنده وبالتالي ينعكس واضح على حركة السوق لذلك علينا إحنا بالذات كدولة بالدرجة الأولى وكمحافظة يعني أنه تسوف الجذب مطبيعي للسواح من خلال منح الفيس السائح لما راح يجي ويدخل راح يحرك تقريباً أربعين أو أكثر من أربعين حلقة سائق التكسي أو المطعم أو الفندق والحلاق كلها تشتغل حتى اللي يبيع مي هو راح يشتغله فإذن الاهتمام بالجانب السياحي راح يوفر لي فتوفرة اقتصادية وراح يشغل آلاف الشباب ويغضي على البطالة وهذا مهم جداً جداً ويرى مراقبون أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة الاقتصادية أبرزها اعتماد البلاد على الاستيراد مع تضخم العمال الأجنبية وغياب الصناعة الوطنية وعدم تنشيط قطاع السياحة لا سيما الدينية منها من النجف الأشرف معتزل عبودي زاكروس تيفي